اشتركوا في القناة 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 روح التشاؤم علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفة اثرية البدء بحمية شراء بوليس التأمين بالنسبة للزاوية التي تليها مباشرة هي راح تكون الساعة تقريبا وحدة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتيجي تقريب العصر هاي زاوية سلبية تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني منكون بحاجة للهدوء وتحلي للصبر من اي مسعى او في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ومن يكون محبط عاطفي بثور ثورة عارمة من الغضب عند اي شيء بيستفزه بالنسبة للقمر حكينا انه موجود بالجدي خلو المسار القادم برح يكون يوم عشرين اثنين في تمام الساعة ثنتين وثمنتعشر دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر الى الدلو عمر القمر القمر انحصار المربع عمره اربع وعشرين يوم في تمام الساعة اثناش وثلاث وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بصير عمره خمس وعشرين يوم نسبة الاضاءة خمس وعشرين في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وتواجدها وتحركاتها خلال الفترة القادمة الشمس في الدلو طبعا بكرة رح نحكي عن انتقالها لانه بكرة تسعة عشر فرح تنتقل الشمس للحوت هذا اخر يوم تقريبا رح يكون موجودة هي موجودة هي اليوم وبكرة رح تكون موجودة في الدلو بعدين تنتقل للحوت مزاجها ممتزج القمر في القوس والجدي حتى عشرين اثنين المزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم أربع ثلاثة مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى أربع طعاش خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع في برج الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم في ساعات يعني نحكي إحنا ما قبل العصر أو العصر ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية هيك القمر بحكي لكو خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لكو بالنسبة للبيت الأول نفسيتك اليوم مختلفة تماما يعني هدوء كامل عندكو رغبة بإنكو تتحركوا أو تعملوا شيء مش يعني هالنفسية القوية ولكن أنا بحكي لك أنه اليوم أفضل من أي يوم من الأيام اللي مضت أما بالنسبة لبيتك الثاني فبشوف أنا في ساعات الصباح عندكو بعض الالتزامات المادية ولكن في ساعة ما بعد الظهر الأمور بتهدأ بتسيطروا على الوضع ممكن يجيكوا اليوم دعم أو هدية أو شيء يعني نوع من أنواع التقدير أو المساعدة بتساعدكو خصوصا فترة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندكو تحركات إيجابية واتصالات إيجابية اللي عنده مقابلة أو امتحان أو درس أو مشوار أو رحلة اليوم رح يكون مميز بشكل ملفت للانتباه أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور مستقرة اليوم في نوع من أنواع الدعم ممكن يجيكم من خلال أخ أو ابن أو جار أو ممكن أنه مساعدة من أحد أفراد المنزل تساعدكو في شيء معين أو يساعدكو في شيء معين أو يحقق رغبة لإلكو الأمور هادية ومستقرة تماما ممكن تشتري بعض الأشياء إلا علاقة في أغراض البيت أو مستلزمات البيت تكون مصاريفك متوجهة على هذا المكان أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور عاطفيا مستقرة الحضوض بتلعب دور كبير اليوم في عندكو بعض التحركات الإيجابية ممكن تستفيدوا منها الأشياء اللي تعطلت في الأيام الماضي ممكن اليوم ترجعوا في طلبها من الجديد وتتحقق معاكو بالنسبة لبيتك السادس الوضع الصحي ممتاز جدا وبالعكس بالنسبة للعمل أنتم سيطرين على الوضع رغم أن العمل ممكن يكون كثير ولكن عندكو نشاط قوي جدا لإنجاز الكثير من المهام خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السابع وبيتك الثامن أنا شايف الأمور طبيعية ما في أي إشي ضاغط ولا إشي سلبي موجود فيها أنتم بالعكس اليوم عندكم نشاط بما أن السابع فاضي ما في أي تأثيرات سلبية يعني في عندكم نوع من أنواع النشاط أو التحركات لشيء توقيع عبراق أو توقيع معاملات أو إنجاز بعض المعاملات اللي بتكون متراكم عليكم من الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف عندكم اليوم اتصالات كثيرة مع الخارج أو مع أشخاص خارج البلاد اللي أنتم فيها اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة في هذا النهار مع الشركات الأجنبية ممكن ينجز شغلات مهمة اللي عنده سفر رح يكون الأمر ميسر بشكل إيجابي جدا ولكن في ساعات المساء ممكن يجيكوا خبر من برة شوي يضغطكوا أو يزعلكوا فما تكترت لهذا الموضوع لأنه مش يعني مش كل الوقت لازم يكون إيجابي فيه إيش سلبي وفيه إيش إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر على مستوى عملك مع الشركات الكبيرة أنا شايف الأمور ممتازة جداً ما فيه أي شيء يعيقك علاقتك مع زملائك أو مديرك بالعمل إيجابية ما فيه أي شيء يذكر أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم عندك كثير من النشاطات الاجتماعية أو المقابلات أو الاتصالات أو ممكن دعوة لعزومة أو مناسبة أو حفلة يكون اجتماع أصدقاء عندك أو مقربين لإلك بيكون فيه خير كثير لإلك وممكن أحد المعارف هدولة أو الأصدقاء يمد يد المعاونة أو المساعدة لإلك في اتجاه معين أنت بحاجته أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو خالي تماماً من أي شيء نحس أو أي شيء ضار بالعكس ممكن أنت تجيك مساعدات من خلال أشخاص أنت ما بتعرفهم أو دعم باتجاه معين خلال هذا النهار يساعدك في أمور كثيرة أنت مليء بالنشاط والحيوية وعندك كثير من التحركات والمساعي حاول أنك تستغل هذا النهار بالأشياء الإيجابية برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة في ساعات العصر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف إحنا إيش بتحكي لك خارطك الشخصية بالنسبة لنفسيتك من الصباح بتحس حالك أنك مضغوط أو في عندك هيك إيش منكد عليك أو ما عندك نفسية تعمل أي إيش ولكن مع اقتراب ساعات الظهر بتلاقي حالك عندك حماسة وعندك نشاط عندك حبلة الانطلاق أو التغيير أو عمل أي شيء جديد الأمر داعم لإلك رح يكون ورح يكون مميز أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف عندك بعض الالتزامات المادية في ساعات الصباح ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن يجيك دعم أو تجيك هدية أو يجيك دعم مادي يساعدك وينشي لك أو تحصل بعض الأموال اللي إليك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات وممكن يكون عندك مقابلة لعمل أو مناقشة أو شيء مشروع معين أو أنه أنت بتروج لإشي معين خلال هذا النهار رح يجيك أشياء إيجابية من وراء وممكن أحد الإخوة أنه يساعدك أو أحد أحبائك أو أقاربك يساعدك في شيء معين محيرك أو أنت حابة تروج له هم يبادروا بمساعدتك في هذا الأمر وأنه يكون فيه الأمر خير أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأمر هادي ومستقر تماما بالنسبة للوضع العائلي ما فيه أي مشاكل تذكر بالعكس المكان أو البيت بعمه السلام أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنت اليوم عندك بعض التحركات مع الحبيب يمكن لقاءات عاطفية ممكن اتصالات عاطفية وممكن يجيك دعم من حبيب أو من إنسان عزيز عليك ممكن تبدأ بعلاقة غرمية خلال هذا النهار أو تتعرف على شخص جديد يعني الفترة إيجابية ودعميتك بالحضوظ بالنسبة لبيتك السادس يعني لو عندك أنت حاب تقدم لوظيفة أو حاب تعمل مقابلة خلال هذا النهار فاليوم هذا مناسب جدا والأيام القادمة كمان فيها أشياء إيجابية دعملة إليك ممكن تحصل من خلالها وظيفة أو أنه يكون الأمر ممتاز بشكل إيجابي إذا عندك كثير من الالتزامات أو الأعمال اليوم أنت رح تنجزها أو أنت مبسوط وعندك نفسية كاملة لإنجاز كل الأعمال اللي موجودة بين إيديك صحتك ممتازة وما في أي خوف عليها أما بالنسبة لبيتك السابع فلا حظ بدعم ولا سلبية موجودة يعني الأمر الطبيعي اللي أنت بتتعامل فيه زي الروتين العادي يعني على حسب الحياة اللي أنت عيشها على حسب الأشياء والأحداث اللي رح تصير معك أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بيحكي أنه فيه إشيء له علاقة بالتعويض ممكن تأمين ممكن أمور أنت فلوس إلك مستحقة على ناس أو أنت مداين أشخاص حاب تسترد الأموال فهذا اليوم جيد للمطالبات وممكن تستردها أو يجيك مال بطريقة أنت ما بتتوقعها أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك برضو اليوم نشاطات كثيرة اتصالات خارجية مع أجانب ممكن أنه تحقق من خلالها إنجاز واللي عنده انتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفرية في خلال ساعات ما قبل ساعات العصر فهي ممتازة جدا ومدعومة بالحضوظ الكاملة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور ممتازة روتين عادي بالنسبة للعمل مع الشركات الكبيرة ومع زملائك بالعمل ومع مديرك بالعمل ما فيه أي شيء يذكر وما فيه سلبية تأثر عليك أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم عندك كثير من النشاطات الاجتماعية عندك كثير من التحركات والزيارات فيه أخبار حلوة ممكن تسمعها خلال هذا النهار ممكن يتوجه لك دعوة معينة لحفلة أو مناسبة تكون إيجابية وفيها مساعدة لإلك وتقدر تستغلها لصالحك أما بالنسبة لبيتك الأخير بيتك 12 يعتبر هو بيت المتاعب ولكن الإيجابية اللي موجودة فيه بتدعمك وبتدعم نفسيتك وبتلاقي عندك طاقة ونشاط غريب اليوم أنت في كامل حيويتك استغل هذا النهار لتحقيق كل الإيجابيات اللي إحنا ذكرناها برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة في ساعات العصر بتنشغلوا في عادة ضبط أموركم المالية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك هذا اليوم بالنسبة لإلك هو يوم مميز بالكامل يعني اللي شايفوا أنا بالخارطة الفلكية من دعم ومن حضوض عالي جدا يعني يعتبر هذا بالنسبة لإلي هو من أفضل أيام الشهر خصوصا عليك يعني بيتك الأول بعطيك طاقة إيجابية عندك رغبة بالتحركات لكثير اليوم عندك بعض الأمور أنت اليوم رح تحققها بشكل ممتاز جدا نفسيتك مرتاحة وعندك نشاط عالي جدا حاسس أنه أنت ما بسوط ما فيه إيش منكد عليك بالنسبة لبيتك الثاني في كثير من الأمور المالية اليوم بتتحلحل أو بتعرف ترتبها بشكل إيجابي ممكن يجيك مال من تعبويض أو من قبل أساسا عمل إضافي أو شيء أنت ما كنت تتوقعه يجيك دعم معين بالنسبة لبيتك الثالث عندك كثير من التنقلات اليوم والاتصالات والترويج لأمور بتخصك لعملك لنفسك ممكن تلاقي إصادة وإيجابية عند الجميع يعني يوم رح تحقق فيه إنجازات كثيرة بالنسبة لبيتك الرابع ممكن تلاقي أنت نوع من أنواع الدعم من أحد أفراد العائلة يساعدك في موضوع معين أنت مرتاح جدا واللي حواليك مبسوطين كثير ما فيه أي شيء ينكد عليك بالعكس يعني أنا شايف فيه من المفروض أنها كلها طاقة إيجابية إلا إذا أنت حاب أنك أنت تنكد على حالك فهذا أمر برجع لك أما بالنسبة لبيتك الخامس فاللي عنده كان أمور معطلة في الفترة الماضية وكان مش قادر ينجزها وحاب يسوقلها في الفترة هاي فأنا بقول له يقرع الباب مرة ثانية الأمور العاطفية قوية جدا والحضوض عالية جدا وممكن يتحقق أشياء أنت ما كنت تتوقعها خلال الفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك السادس إذا عندك مقابلة أو حاب تقدم العمل اليوم مميز جدا لتقديم أوراقك أو للمقابلات أو المناقشات المالية صحتك ممتازة ما فيه أي مشاكل تذكر أما بالنسبة لبيتك السابع فهو إيجابي بالكامل بالشراك المالية والعاطفية وممكن اليوم تطرح فكرة معينة لتطوير مشروعك وتلاقي صدى عند الطرف الثاني أما بالنسبة لبيتك الثامن فأمورك المالية اليوم ممكن تتحسن بشكل ملحوظ ويجيك دعم من وراء شيء قديم أو تأمين أو تعويضات أو أشياء أنت ما كنت تتوقعها اليوم تبلش تتحلحل الأمور بهذا الاتجاه أما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده اليوم امتحان أو مقابلة اليوم هذا ممتاز جدا اللي عنده سفر أو حاب يقدم حتى على سفر فهو مناسب جدا حاول تستغل هذا النهار بكل طاقتك لأنه هذا يوم ممكن ما يتكرر خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه عندك كثير من النشاطات في العمل أو العمل مع مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة وممكن اتفاق على شيء معين واللي عنده يعني حاب يقدم لعمل مع شركة كبيرة هذا يوم مناسب علاقتك بزملائك أو بالمسؤولين عنك مرضي تماما خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فعندك اليوم من كثير النشاط هذا حاب تكمل النشاط هذا التقي بالأصدقاء واطلع واعمل اللي بدك يا لأنه رح تحس أنه اليوم فيه فوارق كثيرة فيه مساعدات كثيرة فيه انبساط كثير في حياتك الاجتماعية مما أنه هذا الاشي رح يدعمك الفترة القادمة أما بالنسبة لبيت متاعبك وهو اللي بعزز البيت الأول كمان فعلا أنه النشاط إن شاء الله أنه بكون عالي جدا حاول أنك تستغل الفترة هاي بكل طاقتك لأنه الأمور كلها بتصب لمصلحتك والله أعلم برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك مع ساعات العصر بتنجحوا في التفاهم مع شركائكم في العمل وفي العاطفة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة للخارطة الفلكية أنا اللي شايفه أنه نفسيتك اليوم أحسن بكثير من الأيام اللي مضت عندك حب للتحرك والانطلاق مخك فيه كثير من الأفكار حاب تنجزها خلال هذا النهار حاول أنك تتحرك وما تخليها بس مجرد أفكار تطبقها على أرض الواقع بالنسبة للوضع المالي صحيح أنه في بعض الضغوطات المالية وصحيح أنه في بعض المصاريف ولكن أنت عندك قدرة على أنك تسكر هاي الأشياء وأنك تطلع من باب الضغط المالي أهم شيء أنك ما تصرف في المكان المش مناسب أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والامتحانات اللي عنده مقابلة أو امتحان خلال هذا النهار رح ينجز إنجاز رائع جدا رح يلاقي أنه الحظ بلعب دور كبير معه في كثير من الود خصوصا داخل العائلة مع أهل البيت مع أحد المقربين لإلك البيتك الرابع برضو بدعم بشكل إيجابي ممكن اليوم تفكر في شراء أشياء أو أغراض أو نواقص للبيت أو تتحرك في بعض التصليحات أو الترميمات اللي هي نوع من أنواع تغيير الديكور أو التزبيطات والتعديلات بالنسبة لبيتك الخامس وبيتك الرابع والثالث أنا شايف إنه كلهم دعمات على نطاق البيت بشكل عالي يعني تفاهمك مع أهل البيت أخ أب جار أم كل أبناء كلها هذا في نوع من أنواع الود والإنبساط في داخل البيت وبتزيد عليك البيت الخامس إنه حياتك العاطفية اليوم ممتازة عندك بعض النشاط العاطفي أو الاتصالات العاطفية الحضوضة بتدعمك ممكن اليوم أنت أمور ما كانت زابطة معك في الفترة الماضية اليوم استغلها وتحرك باتجاهها راح تلاقي إنه في صدى إيجابي لإلك وممكن يكون في تحقيق لغاية أنت ما كنت متوقع أنك أنت توصل لها أما بالنسبة لبيتك السادس فاللي عنده حابب يقدم على عمل اليوم هذا مناسب جدا وممكن يجيك عروض عمل كمان خلال هذا النهار ممكن يكون في نشاطات باتجاه العمل كبيرة أو تفكير في أشياء العلاقة بالعمل بشكل إيجابي صحتك ممتازة ما في أي مشاكل عليها بتقدر تنجز كل الأشياء هاي مهما كثرة بتقدر تنجزها عندك القدرة الكاملة والطاقة الكاملة لتحقيقها أما بالنسبة لبيت الشراك المالي والعاطفي فأنا شايف إنه ما في إيش إيجابي كثير موجود وبرضه ما في إيش سلبي موجود يعني الأمور مستقرة وهي على طابعتها على حسب الحياة اللي أنت عايشها أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني ممكن في ساعة الظهر يجيك نوع من بسيط الأمل أو المساعدة المادية أو نوع من الدعم المادي أو إنه ترتيب الأوضاع بالنسبة للوضع المادي تكون في خلال فترة ساعات الظهر أو العصر حاول إنك أنت تستغل الفترة هاي لأنه فيها نوع من الإيجابية فإذا مفتح لك باب استغله أما بالنسبة لبيتك التاسع عندك كثير من التحركات إلها علاقة بالخارج أو بالدول الخارجية أو الأجنبية ممكن أنت بتمشي في معامل التجهيز لسفر ممكن أنت بتعمل على تحقيق أمور إلها علاقة بالسفر ممكن اتصالات مع ناس خارج البلاد لشيء له علاقة بالعمل أو الدراسة ممكن أنت بدك تجدد فيزا أو بدك تعمل إقامة أو هذا اليوم مناسب جدا لهذه التحركات وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فاللي حابب أنه يعمل في الشركات الكبيرة اليوم بيقدر يقدم طلبات لهم الحظ داعمهم وحليفهم في عندك كثير من الميزات خلال هذا النهار بتقدروا تستفيدوا منها علاقاتك مع رؤسائك أو زملائك في العمل الجيدة جدا ودعمتك بشكل إيجابي وممكن يجيك بعض الإطراء أو الثناء على بعض الإنجازات اللي أنت عملتها بالفترة الماضية أو تكليفك بمشروع جديد أو مهمة جديدة تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات مع الأصدقاء وممكن يكون في دعوة أو اجتماع أو لقاء ودي بينك وبين الأصدقاء أو بينك وبين المقربين لإلك يعني هذه حياة اجتماعية أو بتحكي عن النطاق الاجتماعي فعندك كثير من نشاطات اجتماعية خلال هذا النهار ورح يكون فيها إيجابية برضو ورح تستفيد من خلالها أما بالنسبة لبيت متاعبك فما في أي شيء يذكر فهو بدعم بيتك الأول وبشحنك بالطاقة الإيجابية رغم أن القمر موجود مقابلك تماما ولكن سبحان الله الخارطة الفلكية بتعطيك إيجابية عالية جدا خلال هذا النهار حاول أنك تستغله لأنه هو اليوم وبكرة وبعده واللي بعده كمان فيه أشياء إيجابية كثيرة لإلك ممكن مع وصول الشمس كمان للحوت تدعمك بشكل إيجابي وبشكل قوي جدا فاستغل هذه الأيام لأي شيء أنت حابب تتحرك اتجاهه برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم في ساعات العصر بدكوا تنتبهوا كثير لصحتكم من بعض التطورات الصحية وبعض الضغوطات العملية هيك القمر بحكي لكم خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكيه حسب اللي أنا شايفه أنا شايف اليوم كل البيوت إيجابية ما فيها سلبية تذكر إلا في بعض البيوت يعني فيها نوع من الضغط المؤقت إحنا منسميه ولكن إنه خلينا نشوف ونحلل بالنسبة لبيتك الأول يعني الطاقة عالي جدا نفسيتك حلو كثير حابب إنك تنجز أشياء كثيرة عندك نوع من التحركات بعد تفكير عالي جدا حابب إنك تحطه على أرض الواقع اليوم أنت عندك نشاط مميز أما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم بفرص لدعم مالي أو دعم يجيك بطريقة عن طريق عمل إضافي أنت كنت مشتغله أو مساعدة أو هبة لأنه الأمور بتدل على أنه في بعض الانفراجات خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات والإنجازات اللي أنت حابب تتحرك باتجاهها بشكل إيجابي جدا ممكن تهتم في أحد الأبناء أو أحد الإخوة أو هم يهتموا فيك بالمقابل ويتحققوا إنجازات كثيرة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع فهو خالي تماما من أي ضغوط أو من أي إيجابية إلا في الصباح شوي ممكن هيك يصير فيه خبر أو شيء أو التزام ينكد عليك ولكن أنه رح تنجز وانت مبسوط ما رح يكون فيه أي مشاكل تذكر أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه اليوم فيه حضوظ كاملة فيه نوع من الاتصالات فيه نوع من أنواع التواصل مع محيطك ممكن أن يكون لك لقاء عاطفي أو مع أشخاص أنت بتحبهم وبتحب تتقرب منهم ممكن اليوم تبادر على شيء أنت حابب أنك تنجز فيه أشياء اليوم يكون مميز لتحقيقه وإذا كان مغلق هذا الباب اقرأ عليه مرة ثانية ممكن ينفتح أما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم متذبذب إنجازات وهدوء في أعمال وبعدين بتخلص الأعمال ولكن أنه بظل يشد ويرخي عليك بشكل إيجابي مش بشكل سلبي مهما كثرة الضغوط عليك اليوم عندك قدرة لإنجازها وتحقيقها أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور ممتازة جدا تدعم السابع والسادس بدعموا صحتك طاقتك اليوم مرتفعة حيويتك غير بتختلف علاقتك مع زملائك أو شركائك المالية والعاطفين بتلاقيها عالية جدا وممكن اليوم تقترح فكرة أو يجيك فكرة أو يخطر في بالك فكرة معينة تكون تغيير جذري لأمور قادمة إن شاء الله تعالى أما بالنسبة لبيتك الثامن إذا عندك أي التزام حكومي أو بعض الأمور اللي إلها بالمعاملات الحكومية اليوم رح تنجزها وتخلصها وإنت مبسوط وممكن يجيك دعم كمان بطريقة أنت ما بتتوقعها تكون مفاجئة أو مفرحة بالنسبة لإلك يعني كأنها صدمة يعني معقول إنه أنا لسه في حد بنفكر فيه ويدعمني بالطريقة هاي فهذا اليوم محتمل إنه يحمل لك هاي المفاجئات أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف إنه الأمور إيجابية باتصالاتك الخارجية أو مع الشركات أو ممكن تفكر بسفر أو نزهة ممكن الأشخاص من الخارج تلتقي فيهم الفترة هاي أو تتواصل معهم يوجهوا لك نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو يكون في نوع من العلاقات العاطفية من خلال مؤسسة تعليمية زي الجامعة أو المراكز التعليمية للغات أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف إنه الأمور مستقرة تماما على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة ما في أي شيء يذكر لا إيجابي ولا سلبي فهو الأمر الروتيني المعتاد أما بالنسبة لبيتك الـ 11 هذا اللي شوي بدك تمسك حالك ما تحاول تفرض سيطرتك على اللي حواليك ولا على أصدقائك حاول إنه إذا دعيت لمناسبة معينة اتعامل معها بلين ما تحاول إنك تظهر نفسك بالصورة الفوقية أو أنا المميز أو أنا اللي لازم أكون العين مسلط علي اتعامل معهم بالطبيعة ممكن من خلال هذه اللقاءات إنه يكون لك في حدث معين أو مساعدة معينة أو حد يشور عليك بشيء معين أو أنت تساعد حد معين يكون هذا شيء مميز إليك للأيام القادمة بالنسبة لبيت متاعبك آمن تماماً أنت طاقتك عالية جداً بشحنك بالطاقة هو بيتك الأول لدرجة أنه اليوم الحيوية بتكون ظاهرة على وجهك والله أعلم ولكن أنا بقول لك اسعى واستغل الفرص إن شاء الله بتكون الأمور إيجابية بالكامل برج العذراء بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم في خلال ساعات النهار أو ساعات الصباح أما في ساعات العصر بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معهم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول اليوم أنت مشحون بطاقة عالية جداً عندك حيوية حاب تنطلق حاب تعمل أشياء كثيرة خلال هذا النهار عندك كثير من الأفكار حاب أنك تترجمها أو تظهرها على الساحة فأنا بحكي لك هذا يوم مناسب إلا أنه في ساعات الصباح ممكن تكون مضغوط شوي تجاوزها لأنه الجو إيجابي بشكل فعال أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنت شوي عندك بعض المصاريف بعض الالتزامات في ساعات الصباح ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن يجيك دعم وممكن أن تتحقق بعض الإنجازات ويجيك بعض المال ممكن من خلال عمل إضافي أما بالنسبة لبيتك الثالث فالضغط اللي بتحس فيه برضو في ساعات الصباح مع ساعات الضحى بتلاقي أنه الأمور مشت بشكل إيجابي في نوع من أنواع التواصل والاتصالات والتحركات اليوم عالي جدا لدرجة أنه ممكن تحقق أشياء إيجابية بشكل ملفت للانتباه ممكن تقدم على مشروع أو تسوق لشيء معين اليوم يلاقي صدى ممتاز ويكون فيه تحقيق إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فشايف الأمور هادية ما فيه شيء لا ضدك ولا معاك والأمور الروتينية أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنت اليوم عندك كثير من التحركات ممكن يكون منها عاطفي وممكن منها عملي ولكن بتكون محظوظ فيه وتحقق إنجازات عالية جدا أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف وضعك الصح اليوم أحسن عندك بعض الاهتمام بصحتك رح يكون مميز جدا عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بتحققها بشكل إيجابي جدا وممكن يجيك دعم أو مشروع أو شغل جديد أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف إن الوضع برضو على مستوى الشراك المالي والعاطفي أنت مسيطر على الوضع وعندك قدرة على إدارة الأمور وإدارة المصاعب إحنا منسميها وعندك برضو أفكار جديدة ممكن أنت تجدولها خلال هذا النهار ممكن في أوراق مطلبة لتوقيعك اليوم تقدر توقع عليها وتحقق أشياء إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف إن الوضع ممكن يجيك بعض الدعم المادي أو ممكن أنت تساعد بعض الأشخاص خلال هذا النهار ويعود عليك هذا الإشي بالنفع أما بالنسبة لأمور اللي إلها علاقة بالتأمينات فاليوم محتمل إنه يجيك تعويض أو تأمين عن شيء معين أنت كنت الطالب فيه بالفترة الماضية وكان صعب أنك تحققه فاليوم أنت تقدر تنجزه أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو خالي لا حضوظ معك ولا ضدك فالأمر طبيعي فإذا كان عندك أي شيء خلال هذا النهار اعتمد على جهدك الشخصي خصوصا إذا كان قضية أو امتحان أو تنقلات أو سفريات فهي بتعتمد على تحركاتك وعلى نشاطك أنت أما بالنسبة لبيتك العاشر فهذا اللي شوي بدك تحذر فيه من مكان عملك أو مع الشركات الكبيرة ممكن يكون عندك شوية مشاكل الضر فيك أو الضر في سمعتك حاول أنك أنت مدخل في القوانين خلال هذا النهار وحاول أنك تنجز كل إشي قانوني وما تدخل بأي صدامات أو خلافات مع المسؤولين عنك في العمل أو زملائك في العمل أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم عندك كثير من النشاطات الاجتماعية والتحركات وهذا الإشي رح يسعدك وممكن من خلال صداقة أو معرفة تلاقي واحد ساعدك بشيء معين تحقق إنجاز معين أو يشور عليك أو ينصحك بأي اتجاه تمشي فتكون النتائج إيجابية جدا أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه طاقة عالية جدا موجودة فيه طاقة من الحضوض بتحميك وبتحمي ظهرك فأنت آمن في الأيام هاي حاول أنك تستغل الشغلات الإيجابية على أساس أنه أنت تحقق إنجازات كثيرة خلال الفترة القادمة برج الميزان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار في ساعات العصر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه يعني إذا بطلعت من ساعات الصباح اليوم إيجابي بكون لإلك في ضغط رح يصير عليك في ساعات الصباح لا تخلي ينكد عليك ولا أنه يسيطر على أفكارك باقي نهار هذا اليوم إذا جاوزت ساعات الصباح بقولك أن اليوم في عندك كثير من الإيجابيات ممكن تستغلها بالنسبة لبيتك الثاني ممكن تكون هاي الإضطرابات هي التزامات مالية أو بعض المشتريات أو بعض المستحقات عليك هي اللي تضغطك وبساعات بعد الظهر بدك تدير بالك من بعض المشتريات الغير ضرورية لأنه الوضع مش كثير إيجابي ولكن أنه برضو فيه نوع من أنواع الحدية بالنسبة لبيتك الثالث في عندك اليوم كثير من الاتصالات والتحركات ممكن تجيك بعض المساعدات من أخ أو من جار أو من أحد أفراد العائلة ممكن واحد من الأبناء يساعدك في أمر معين ويكون إيجابي ممكن يكون عندك رحلة أو سفرة إذا اليوم تحقق فيها أشياء إيجابية أو اتصالات تتحقق من خلالها شيء إيجابي ودعم بالنسبة لإلك أما بالنسبة لمستوى البيت ففارغ من الضغط وفارغ من الحدود يعني أمر طبيعي هو الروتين الطبيعي اللي أنت بتتعامل فيه ممكن أنت تتأقلم معاه على حسب عيشتك وعلى حسب الوضع اللي أنت فيه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأمورك العاطفية وفكرك العاطفي اليوم بشغل فكرك كثير في عندك كثير من الاتصالات العاطفية أو التحركات العاطفية وممكن حتى بداية علاقة تصير فيه خلال هذه الأيام تدرسها بشكل إيجابي وما تغامر وما تخاطر بدون ما أنت تكون متأكد من المعطيات اللي موجودة حواليك ممكن أشياء كانت صعبة أنك تحققها في الأيام الماضية اليوم لو حاولت فيها أتحققها مرة ثانية أما بالنسبة لبيتك السادس فالحضوض بتدعمك إذا حابت يقدم لوظيفة أو لعمل أو حتى مقابلة عمل اليوم ممتاز جدا ودعمك بشكل إيجابي جدا صحتك ممتازة وما فيه أي شيء يذكر يضغطك أما بالنسبة لبيتك السابع فنفس الإشي هو فارغ ما فيه لا شيء سلبي ولا شيء إيجابي بيدعمك على مستوى الشراك المالي والعاطفي فهو الرتين العادي اللي أنت بتتعمل فيه أما بالنسبة لبيتك الثامن نفس الشيء برضو ما فيه أي حضوض ولا أي شيء معاكس أنه يضغط عليك في خلال هذا البيت فأنت بتقدر تنجز أي معاملات في هذا اليوم ولكن ما تعتمد على الحضوض فيها المشكلة في بيتك التاسع إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة أو عندك سفر اليوم بدك تتفقد كل شيء موجود عندك يبل ما تبادر في هاي الخطوات وما تعتمد على الحضوض ممكن تنسى جواز سفرك أو تتأخر عن طيارتك أو أوراقك تكون ناقصة ما بنصح اليوم أنك تبادر في عملية تجديد الإقامة لأنه اليوم مش كامل ما فيه حضوض بالعكس فيه سلبية موجودة في هذا البيت وإذا عندك امتحان جامعي بدك تستعدله بشكل كامل أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم فيه عندك بعض التحركات ولكن يعني هي روتينية بالشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة علاقاتك مع زملائك في العمل رؤسائك في العمل مستقرة ما فيه أي مشاكل تذكر أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فهذا النشاط اليوم نشاط اجتماعي بالكامل ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات أو بمساعدة شخص تعرفه أو صديق ممكن يدعمك بشكل إيجابي جدا لدرجة أنه أنت تحل كثير من المشاكل أو العوالق اللي كانت علقة خلال الفترة الماضية ممكن اليوم يجيك تكريم أو يجيك جائزة أو هدية معينة على جهودك أو على إنجازاتك تكون إيجابية بشكل واضح أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور دعمة بشكل إيجابي جدا وعندك نوع من الرغبة اليوم للإنطلاق والتحرك مشحونة بطاقة إيجابية عالية جدا حاول أنك تستغل هذا النهار بالأشياء الإيجابية اللي احنا ذكرناها وإن شاء الله أنها بتتحقق كلها برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات متنعوا عن مشتريات غير ضرورية في ساعات العصر بتنشطوا في السفر والاتصالات وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك أول شيء بالنسبة لبيتك الشخصي يعني ما هو الروتين العادي تصحى بروتينك العادي تتحرك بروتينك العادي ما في أي شيء لا ضغط سلبي ولا شيء إيجابي هي على طبيعتك أنت اليوم هي الطبيعة الأساسية لك هي اليوم رح تكون ظاهر على الساحة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنت اليوم في عندك كثير من التحركات وفي عندك نوع من المكاسب المالية ممكن تجيك من عمل إضافي ممكن هبة ممكن مساعدة ما عندك مصاريف تذكر بالعكس أنت حاول أنك أنت تسيطر على أمورك بشكل إيجابي ممكن يجيك هدية أنت ما تكون متوقعها أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنت عندك كثير من الاتصالات والتحركات ممكن يكون عندك سفر أو مقابلة أو ترويج لسلعة معينة اليوم إيجابي بالكامل بهذه النقطة وممكن يجيك دعم خاص جدا ورح تحقق إنجازات كبيرة ومهمة خلال هذا النهار إما بمساعدة أحد أفراد العائلة أو أنه مساعدة أشخاص مقربين لإلك أما بالنسبة لبيتك الرابع وضعك البيت البيت هادي جدا ممكن اليوم أنت تبتكر بعض الأشياء لبيتك أو تشتري بعض الأشياء لبيتك أو أنه بعض النواقص للبيت تحاول أنك أنت تتممها اليوم إيجابي بالكامل وداعم لإلك بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك الخامس فأمورك العاطفية هي اللي بتشغل فكرك عندك كثير من النشاطات والتحركات العاطفية خلال هذا النهار حاول أنك أنت تستغلها الحظ بدعمك في كثير من الأبواب وكثير من المجالات أنت يعني على حسب ما بتتحرك على حسب ما أنت بتنجز أما بالنسبة لبيتك السادس فاللي عنده اليوم حاب يعمل مقابلة أو يقدم لعمل هذا اليوم إيجابي بشكل واضح جدا ممكن أنت تنجز كثير من الأعمال حتى لو كانت كثيرة ما عندك ملل وما عندك شكوي منها فعندك قدرة على تحقيقها ووضعك الصحي جيد جدا أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي برضو إيجابي جدا في أمور دعميتك على مستوى الشراك المالي والعاطفي وممكن يصير بعض المصالحات إذا كان في خصومات سابقة ما بينك وبين الشريك اليوم تقدر أنه أنت تحط النقاط على الحروف وترجع وتتصالح وتبدأ صفحة جديدة أما بالنسبة لبيتك الثامن فبقولك أنه ممكن يجيك دعم أو مساعدة أو مساندة من أشخاص أنت ما بتعرفهم ممكن أموال أنت كنت عائرها لأشخاص أو كاف الأشخاص أو إشيء له علاقة بتأمينات أو بعض التعويضات تجيك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو فارغ من حضوظ ومن السلبية فعشان هيك ما تعتمد على الحضوظ في هذا البيت إذا عندك امتحان أو عندك سفر أو عندك تنقلات أو اتصالات بدك تعتمد على جهدك الشخصي أما بالنسبة لبيتك العاشر ففي أشياء لها علاقة اليوم في تكريم أو مديح أو لها علاقة بثناء على اجتهادك عندك كثير من الإنجازات مع الشركات الكبيرة أو مؤسسات كبيرة ممكن من خلال زملائك في العمل أو رئيسك في العمل وممكن برضو اللي بده يقدم العمل مع الشركات الكبيرة خلال هذا النهار يحقق إنجازات حلوة أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنت اليوم عندك كثير من الدعوات والنشاطات الاجتماعية واللقاءات الودية مع الأصدقاء أو دعوة لحفلة أو مناسبة وتكون أنت النجم في هذه الحفلة حاول إنك أنت تستغل هذا الحضور وهذه الطاقة الإيجابية بالأشياء اللي أنت بتحتاجها للفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 12 فطاقتك عالية جداً بالدعمك وهيكي بتعوض النقص اللي صار في البيت الأول فأنت اليوم عندك حيوية عالية جداً حتى اهتمامك بنفسك يختلف تماماً وعندك حب بالتغيير الكامل يعني حاول تستغل هذا النهار بشكل إيجابي مرج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية في ساعات العصر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم هيك القمر بحكي لكم خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لكم بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور طبيعية جداً يعني ما فيه هالإشي الغريب أو العجيب وهي طبيعتك إذا أنت إنسان مرح معناته أنت مرح النهار إذا أنت إنسان نكد معناته أنت نكد هذا النهار لأنه ما فيه أي إشي إيجابي ولا أي إشي سلبي فهي طبيعتك اللي أنت رح تصحى عليها وتتعامل خلال هذا النهار يعني ما فيه أي تأثيرات سلبية بتضغط على هذا على نفسيتك وشخصيتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فإنت اليوم عندك بعض النشاطات المالية ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات ويكون عندك مردود مالي حلو ممكن يجيك هذا المردود من خلال عمل إضافي أو مساعدة خارجية أو دعم أو هدية بالنسبة لبيتك الثالث في عندك كثير من النشاطات ممكن يساعدك فيها أحد أفراد العائلة أخ أو قريب أو جار أو أحد من أفراد البيت عندك كثير من السفريات تنقلات كثيرة اتصالات كثيرة عندك نشاط عارم جدا خلال هذا النهار استغله بإيجابية أما بالنسبة لبيتك الرابع فوضع البيت عندك آمن تماما ممكن اليوم تفكر في انتقال لبيت جديد أو استئجار بيت جديد أو أنه أنت تطور في بيتك هذا أو تغير نوع من أنواع الدكورات داخل البيت أو المقتنيات داخل البيت أو تجيب أشياء نواقص أو استلزمات للبيت اليوم أنت تعززها يعني عندك اهتمام كامل على البيت اليوم بشكل إيجابي حتى لو بتحتم في أحد أبنائك يعني لازم يكون إشياء داخل البيت اليوم ممتاز وإيجابي أما بالنسبة لبيتك الخامس عندك كثير اليوم من العواطف حابب أنك أنت تفرغها بالمكان الصحيح أو الاتجاه الصحيح ممكن اتصال مع حبيب أو رحلة أو طلعة أو عزومي على فنجان قهوة أو اتصالات المهم اليوم عاطفي بنسبة عالية جدا ممكن مصالحة مع حبيب أنت كنت مختلف مع الفترة الماضية بالنسبة لبيتك السادس أمورك الصحية ممكن في بداية النهار تحس في بعض التوعوكات الصحية أو ضغوط العملية ولكن مع ساعات نهاية الصباح يعني بتبلش الأمور تستقر بشكل إيجابي بتلاقي حالك عندك نشاط أنك تنجز كثير من العمال الموكلة لإلك عندك كثير من الأوراق حابب أنك تتممها عندك كثير من الالتزامات حابب أنك أنت تنجزها وضعك الصحي ممتاز جدا ممكن تهتم في صحتك أو تبلش في برنامج معين للحفاظ على صحتك أو دعم صحتك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو قوي جدا عندك نوع من الحضوض بدعمك في هذا المكان ممكن أنت تفكر في تطوير مشروعك أو التوقيع على عقود أو الدخول في مشروع جديد اليوم هذا ممتاز بالكامل حتى لو كان المصالح مع أحد الشركاء فاليوم هذا برضو بدعمك أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني مش الحضوض القوية فيه ولكن فيه حظ بسيط جدا على حسب نشاطك واجتهادك ممكن اليوم يجيك نوع من أنواع الدعم أو التكريم أو المساعدة يساعدك وينشي لك فيه من بعض الضغوطات اللي موجودة حواليك وهذا شيء إيجابي إذا كان عندك بعض الأوراق القانونية حاب تنجزها خلال هذا النهار فهذا يوم مناسب لا إلك أما بالنسبة لبيتك التاسع إذا كان عندك سفر أو عندك تنقلات أو عندك رحلات أو عندك شيء له علاقة بالدول الأجنبية أو الاتصال بالأجانب هذا يوم مناسب جدا وممتاز جدا وداعم جدا بالنسبة لإلك حاول أنك أنت تستغله بشكل إيجابي بالنسبة لبيتك العاشر الأمور على مستوى الشركات أو الشركات الكبيرة أو المؤسسات الكبيرة هو ممتاز جدا عندك حظوظ عالية جدا حتى لو قدمت على عمل مع هاي المؤسسات ممكن تكون الموافقة عليك في حظ موجود في الساحة ممكن يجيك تكريم حتى من هاي الشركات إذا أنت بتعمل من خلالها من زملائك أو من المسؤولين عنك في العمل أو أنت تنجز عمل معين وتكون مميز فيه أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فعندك اليوم كثير من الاتصالات والنشاطات الاجتماعية وعندك كثير من اللقاءات الودية ممكن أن تتحقق من خلالها إنجاز معين أو تكريم معين أو أنت تكون الملك اللي ظاهر على الساحة ومميز بحضورك اللافت للانتباه أما بالنسبة لبيتك الـ 12 فبما أنه بيتك الأول فارغ و 12 في قوة حظوظ معناته أنت اليوم من المفروض نفسيتك مرتاحة كثير وعندك نشاط لإنجاز كثير من الأمور واهتمام في شكلك حتى ممكن تغير لك تبعك ممكن تعمل قصة جديدة أو شراء ثيابة جديدة المهم عندك شيء لازم يكون فارق خلال هذا النهار برج الجدي يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه الجيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم في ساعات العصر بتتمكنوا وبتمتلكوا نشاط وحيوية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية تعتك إيش بتحكي لك نفسيتك ممتازة عندك كثير من التحركات خلال هذا النهار عندك كثير من النشاطات عندك اهتمام بنفسك بشكلك بصحتك نفسيا أنت مرتاح حابب أنك تتحرك بكثير من الاتجاهات أما بالنسبة لبيتك الثاني في اليوم بدل على دعم مالي أو مكاسب مالية بتجيك من عمل إضافي أو هبا أو مساعدة من أشخاص بدعموك بشكل إيجابي جدا راح تحقق من خلالها إنجازات وتساعد حالك بترتيب أوراقك بشكل حلو أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه عندك يا سفر يا اتصالات يا امتحانات يا تنقلات المهم أنه في عندك اليوم أشياء إيجابية كثيرة أنت راح تحققها من خلال هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها حاول إنك تستغلها وما تضيعها لأنه يوم مميز جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم راح تلاقي نوع من أنواع الدعم من أخ أو من جار أو من معرفة أو من واحد من نطاق العائلة يساعدك في أمر معين يكون بالنسبة لإلك يعني شيء مميز جدا أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنت عاطفتك في أوجهة خلال هذا النهار أنت حابب تتواصل مع أحبائك أو حبيبك أو المقربين اللي إلك وحابب أنك أنت تعمل مبادرة صلح أو تغيير لأشيء صار في السابق حابب أنك تجدد وخلال هذا النهار عواطفك في أوجهة وحضوظك في أوجهة أما بالنسبة لبيتك السادس فصحتك ممتاز جدا عندك الاهتمام بصحتك عالي جدا ممكن تفكر في برنامج رياضة أو برنامج رجيم أو دايت أو تحسينات أو تجميل فهذا يوم مميز بالكامل لهاي الأمور حاول أنك تستغله بكل الاتجاهات بالنسبة لأعمالك أنت مسيطر عليها بشكل إيجابي وتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك أما بالنسبة لبيتك السابع الشراك المالي والعاطفية فهو في أوجه وهو عالي جدا بالحضوظ وممكن اليوم تبتكر أو تطرح فكرة أو مشروع معين أو ينطرح عليك مشروع معين فاعلم أنه هو إيجابي جدا ولصالحك حاول أنك تستغله أما بالنسبة لبيتك الثامن فبدع عن بيتك الثاني فأكيد أنه اليوم في عندك نوع من أنواع الأمور المالية ممكن دعم معين أو بتسعى لدعم معين أو لقرض معين اليوم رح تحقق هذا الإنجاز ورح يكون داعم لإلك بشكل إيجابي كثير أما بالنسبة لبيتك التاسع إذن اليوم إذا عندك سفر أو عندك امتحانات أو مقابلات أو قضايا فهي لصالحك بالكامل والدعم حليفك والحض معك بكامل طاقته أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور ممتازة جدا عندك نشاطات عامة علاقات عامة ممكن يسندوك بالفترة هاي ويساعدوك ممكن يتعاطفوا معك فعشان هيك يكون الإنجازات عالية جدا بالنسبة لإلك ممكن يجيك تكريم أو يجيك نوع من أنواع المديح من مؤسسات كبيرة أو من شركات كبيرة تكون أنت متفاجئ من هذه النتائج أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنت عندك كثير من اللقاءات والاتصالات مع الأصدقاء أو المعارف حابب اليوم تتممها على خير في مساندي أو مساعدة بتجيك من صديق أو من أحد المعارف بتنشي لك في وضع أنت ممكن كان حساس أو هو حساس أنت بحاجة للمساعدة في هذا المكان فهو رح يساعدك بإذن الله تعالى أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو آمن تماما وإنت ساند ظهرك ومؤمن حالك بشكل إيجابي جدا فما تخاف من شيء بالعكس انطلق والدعم حليفك بهاي الفترة بقوة أعلى مما أنت بتتخيل برج الدلو بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة في ساعات العصر انتبهوا لصحتكم يعني شوي ممكن ينال منكم التعب أو بعض التعطيلات بالأعمال هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الشخصية إيش بتحكي لك يعني أنا شايف اليوم مميز جدا بالنسبة لكل الأمور اللي بتصير قاعدة حواليك نفسيتك ممتازة جدا بيتك الأول بيت الشخصية دعمك بشكل إيجابي عندك نوع من أنواع الحيوية أو حتى طاقتك عالي إيجابية بشكل واضح تماما بالنسبة لبيتك الثاني عندك أمور مالية ممكن اليوم تحصل على أموال أو على دعم أو على مساعدة أو على حتى من عمل إضافي تجيك نقود أمور المصاريف أنت مسيطر عليها الفواتير والالتزامات مسيطر عليها الأمر هادي جدا بالنسبة للأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث عندك كثير من التناقلات والاتصالات ما تعتمد على الحضوض كثير فيها ولكن أنه فيها دعم يعني فيها نوع من النوع الإيجابية حاول أنك تستغل اتصالاتك اليوم وترويج للسلع أو للمقابلات أو حتى أنك أنت لو عندك مقابلة اليوم رح تبدع فيها أما بالنسبة لبيتك الرابع مع بيتك الثالث فأنا شايف أنه فيه نوع من المساعدة أو الدعم رح يجيك من أحد أفراد العائلة أخ أو ابن أو أب أو أم أو الاهتمام في أحد الأفراد من هدول الأفراد فيكون اللقاء هذا مثمر جدا وفيه أشياء مميزة بالنسبة لبيتك الخامس شايف الحضوض بتلعب معك بشكل كامل ودعميتك وعاطفيا أنت اليوم في أوج علاقاتك حاول أنك أنت تتحرك بشكل إيجابي جدا تستغل هذا النهار إن كان على المستوى العاطفي أو على المستوى المالي في عندك إنجازات اليوم رح تنجزها بشكل كبير من هذا الباب إذا كان في عندك بعض المشاريع حاب تطرحها فهذا اليوم مميز جدا إذا كان بعض المصالحات في الفترة الماضية ما كانت ضبطة معك اليوم تقدر أنك أنت تحقق إنجاز فيها وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك السادس فاهتمامك بصحتك رح يكون مميز جدا أو بشكلك أو بعملية تجميل أو بشيء له علاقة بالتغيير فهذا يوم ممتاز رح يكون دعمك في العمل وفي الصحة أما بالنسبة لبيتك السابع الشراك المالي والعاطفي فاليوم ممكن تطرح مشروعك وإنت واثق من حالك وإنه اللي رح يسمعوا لك رح يكونوا واثقين من طرحك لأنه عندك ثقة كاملة بالإشي اللي أنت قاعد بتحطه وإذا عندك توقيع على أوراق أو على عقود فهذا يوم ممتاز ومميز جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه بعزز موضوع الدعم المالي أو المساعدة المالية فحاول أنك تستغل هذا النهار إذا حاب أنك تقدم لقرض أو لدعم أو لمساعدة فاستغل هذا النهار في كثير من الأمور اللي بتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأمور إيجابية تماما فيه منكم بفكر بسفر أو بتنقلات أو برحل أو بنزهة معينة اليوم مميز حاول أنك أنت تستغله اللي عنده امتحان أو مقابلة أو عنده سفر راح يلاقي أنه الأمور ماشي معاه بشكل إيجابي صحيح أنه الحضوض مش كثير في هذا البيت ولكنها دعميته بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر فمش شايف الأمور على طبيعتها علاقتك في المؤسسات الكبيرة علاقتك مع الزملاء مع رؤسائك في العمل هي على روتينها يعني لا إيش إيجابي ولا إيش سلبي أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فلا شايف اليوم عندك نشاطات اجتماعية راح تكون فيه أوجهة في ساعة المساء ممكن تساعد أحد الأصدقاء أو أحد الأصدقاء هو اللي يساعدك ممكن تطلب النصح من حد ويساعدك في هذا الموضوع استغل هذا النهار بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 12 فطاقتك عالي جدا أمورك آمنة تماما ما في أي خطر من أي شخص بكيد لك في هذه الفترة يعني حاول أنك أنت تتحرك وأنت آمن بإذن الله تعالى برج الحوت يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في الدفع بمصالحه وتقدروا تحافظوا على إنجازاتك القائمة ولكن في ساعة العصر بصير نشاطك بالتقاء الأصدقاء أو لقاء مع الأصدقاء هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أنه اليوم حاب تهتم في نفسك حاب تغير اللوكتاعك حاب تغير منظرك حاب تغير قصة شعرك حاب تلبس إشي جديد ونظيف نفسيا أنت بطاقة عالي جدا ومرح جدا مبسوط في إشي فرحك فأنت حاول أنك أنت تكسب كل شيء إيجابي من هرا هاي الطاقة الإيجابية اللي جايتك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف الأمور إيجابية بالكامل ممكن اليوم تحصل على مال أو على دعم من شراكة أو من تعويض أو من أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم في مساعدة ومساندة بينك وبين الإخوة وأهل البيت صحيح أنه في بعض الخلافات ممكن تكون في ساعة الظهر ولكن ما رح تعيرها الانتباه الكثير إذا مسكت عصابك الأمور رح تمشي لصالحك بشكل إيجابي خلال هذا النهار ويكون عندك تحركات واتصالات إيجابية ما تخلي إيش ينكد عليك أو يزعجك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور مستقرة إلا أنه في بعض الأمور أو الأعطاء الممكن تصير في المنزل بشكل مفاجئ تطلب منك الإهتمام فيها أو مع أحد أفراد العائلة أو تهتم في صحة قريب لإلك خلال هذا اليوم ولكن أمر بمر بسريعا كأنه بس شيء بيجي ساعتين ثلاثة وبعدين بيختفي أما بالنسبة لبيتك الخامس عندك يعني حب ورغبة لاهتمام الحبيب أو أنك أنت تهتم في الحبيب خلال هذا اليوم وعندك عواطف عالية جدا عندك سرعة للتحرك والإنجاز خلال هذا النهار يوم مناسب وممتاز بالكامل استغل الحضوض اللي فيه لتحقيق الأشياء اللي أنت ما كنت قادر تحقيقها في الأيام الماضية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه متقلب عليك ومعك على الجهتين يعني إذا كان عندك أعمال ممكن أنه يصير فيه عندك ضغط أو لود على العمل حاول أنك أنت ما تستسلم إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل هذا ما تخليه يتراكم عندك ورح تحقق هذا الإشي لأنك أنت مشحون بطاقة عالية بالنسبة لصحتك أمورها ممتازة إلا بعض التوععكات اللي ممكن تجيك هيك بشكل عرضي يعني مثل مغص ألام في الظهر صداع بسيط وبروحه بختفي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه على مستوى الشراك المالي والعاطفية هو قوي جدا فيه نوع من أنواع الدعم على هذا المستوى إذا عندك أنت شيء حاب أنك تقدمه خلال هذه الفترة لتطوير مشروع معين أو لفكرة مشروع معين أو لشيء العلاقة بتوقيع العقود أو الأوراق بينك وبين شركاء المال والعاطفة فهذا يوم ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك الثامن فبعزز البيت الثاني وبحكي لك أنه فيه دعم رح يجيك ممكن قرض ممكن سلفة ممكن شيء له علاقة بالمساعدة ولكن أنه يوم إيجابي جدا تقدر تحقق هذه الإنجازات وممكن يجيك مال عن طريق تعويض بلوس التأمين تأمين صحي يعني أشياء لها علاقة بالتعويضات أما بالنسبة لبيتك التاسع فلا تعتمد على الحضوض نهائيا اليوم ولا أنه فيه سلبية يعني الأمر الروتيني بدك تعتمد على ذاكرتك وعلى استعداداتك وعلى الأشياء اللي بين إيديك إن كان عندك امتحان أو سفر أو تنقلات فهذا بيعتمد على جهدك الشخصي ما في حظ بدعمك في هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك العاشر فيعني علاقاتك بالشغل المسيطرة عليها قادر أنت تتعامل مع زملائك بالعمل ورأسائك بالعمل النفسية مرتاحة جدا ما فيه ضغوطات تذكر بالشكل الكبير يعني أشياء نسبية ممكن تتجاوزها أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فاليوم عندك كثير من اللقاءات مع الأصدقاء لقاءة وديه ممكن يساعدك أحد الأصدقاء في شيء معين أو تطلب النصح أو المساعدة من صديق فاليوم مناسب جدا لهذا الأمر ممكن يتوجه لك دعوة أو تكريم أو هدية معينة في مناسبة معينة حاول أنك أنت تحقق أي اتصال بيجيك أنك تستغله ما بتعرف الخير وين بيجيك أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو دعمك بالكامل ظهرك آمن ما فيه أي حد بقدر يتآمر عليك بالفترة هاي الأمور ممتازة ولصالحك طاقتك إيجابية بأوجهة عندك طاقة أنك تعمل كل إشي حلو المرح والفرح باين على وجهك بشكل إيجابي حاول أنك تستغل هذا النهار بكل إيجابياته وحاول أنك تلغي السلبيات اللي إحنا ذكرناها على أساس أنك تستفيد من كل شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء